يعني خليني أقول كان الأمر في غاية الخطورة لحد الآن في عملية زرع الخلايا هون عرضوا علي أنه إحنا بدنا نبني مطار في الكرك مشان جعفر بن أبي طالب ووجد السياحة الدينية ووزراء السياحة كانوا يقولوا إحنا عنا أمن واعي بنحملهم من المطار بباصاته بزوره وبعدين بنرجعهم وإحنا قادرين يعني حتصرف أمن أنت وانت مش داري وتسرب واحد وهرب واحد وبعد شوي جاك واحد من سوريا وجاك واحد من العراق وين حتروح أنت حتدفع الثمن وتعض أصابعك والدليل العواصم الأربعة اللي الآن تذكروا لبنان قاعدة ممكن سنتين ما قدروا ينتخبوا رئيس إلى أن ما فيش رئيس خذوا ليبيا اليمن العراق العراق شايفين كيف فضع كان هدفهم في دخول أنه إحنا بنبني مطار وبتصير الرحلات مباشرة وبصير حتى يشوف الرقم يا أخوان والله لو الرقم يسمع رئيس الحكومة يمكن يوافق مع وزير الصحة قال لي كل يوم ألف إيراني كل يوم ألف بنودي لكم قال أنتوا بتبنوا فنادكوا بتبنوا مطاعم بنودي لكم قلت له إيش كمان قال بدنا مشروع الديسي إحنا نأخذه بتنجر لكم المياه قلت أهلا وسهلا شركات بتتقدم قالوا بس إحنا لأنه شعب عددنا كبير سبعين مليون قال بدنا شوية عمال من عنا مشان يعني يشتغلوا وترزقوا طبعا بين قوسين حرس ثوري معسكرات بدها تصير من جنوب للشمال ورح يجي يمكن يكمنوا بطريقة الكومون هاي يكمن ممكن يكمن سنتين ثلاثة وبعدين يطلع ساعة الصفر وقل له أطلع وأنه لكلاشين بيده هاي طريقة إيران وهذا اللي احنا شفنا أنا ما بداعي عليهم الدعاء لا هذا هو الذي حصل في بلادنا العربية تهاونوا يعني للعلم في سنة الثمانين كان الحزب الأول في لبنان حزب التالي